اشتركوا في القناة منتصف العام 2018 بشكل مكثف وتتشابه الطائرة الهجومية قاصف واحد في خواصها بالطائرة الطوافة الإيرانية أبابيل طائرات من دون طيار بأحجام مختلفة للاستطلاع أو كذا خائر تطوف وتضرب أهدافها أو انتحارية كالتي استهدفت قيادات الجيش في العند مؤخرا في تقريره النهائي أشار فريق الخبراء إلى استمرار تطور طائرات الحوثيين المسيرة وإلى أنها حققت لهم غرضين عسكري وسياسي بوصفها ورقة مساومة في مفاوضات السلام يذكر التقرير أن الحوثيين امتلكوا ترسانة كبيرة من الطائرات المسيرة إحداها قادرة على حمل خمسة كيلوغرام من المتفجرات كيف تصل الطائرات ومعداتها للميليشيا رغم رقابة التحالف على منافذ اليمن ومن أين يتم شراؤها وكيف يتهم الخبراء الإمارات بتمويل شراء معدات لطائرة الحوثية المسيرة قاصف واحد التي استخدمها الحوثيون في مهاجمة مطار أبهى ومواقع مدنية أخرى جنوب السعودية كشف التقرير أيضا عن عملية تمويل للطائرات تمت عبر حسابات بنكية في الإمارات الشريك الرئيس للسعودية في التحالف المساند للشرعية بحسب الخبراء فإن تمويل وشراء معدات طائرات الحوثيين الهجومية المسيرة يتم عبر مواطن من أصول إيرانية يملك حسابا في بنك الإمارات الإسلامي وتصل الأموال المحولة من المصرف الإمارات إلى جهة الإيداع الأخيرة في إيران وبتلك الأموال يتم إرسال معدات الطائرات منذ العام 2015 يتهم الخبراء الأمميون إيران والإمارات بتمويل طائرات الحوثية المسيرة نفت إيران أي علاقة لها حسب الخبراء فيما تمتنع الإمارات عن الرد على استفسارات الفريق حول تمويلها طائرات الحوثيين التي تقصف الأراضي السعودية